السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الجزء الخامس والاخير من شرح زمن المستقبل البسيط والتاني والاخير من شرح المستقبل البسيط going to نتكلم ان شاء الله في الفيديو ده عن الفعل يكون في المستقبل البسيط going to الصفة الجر المجرور الجملة الاسمية في المستقبل البسيط going to ندرسنا الفعل يكون في المستقبل البسيط will معناه سوف يكون برضو الفعل يكون في المستقبل البسيط going to معناه سوف يكون الفرق بينهم زي الفرق ما بين will we going to will للقرار العفوي وارجع لاستخدامات will going to للقرارات اللي هي معدة مسبقا او في دليل مادي يؤشر بوقوها ازاي نكون جملة مثبتة في المستقبل البسيط going to باستخدام الفعل يكون لو الفاعل i هنحط بعضي am going to be او am gonna be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل أساسي او رئيسي الصفة او الجرور المجرور او ايا كان الاستخدام ارجع لفيديو الافعال المساعدة عشان تعرف استخدامات الفعل يكون كفعل أساسي او رئيسي لو الفعل هي she it او ما يوازيهم من اسماء هنحط بعديهم is going to be او is gonna be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل أساسي او رئيسي الفعل we, you, they نضع بعدهم are going to be او are gonna be ثم الاسم او الصفة او الغر والمقرور. ازاي ننفيق الجملة? ازاي نكون الجملة منفية في المستقبل البسيط going to باستخدام الفعل يكون? ازاي نقول لن يكون? هنضع not بعد am و is و are. am not, is not, are not. ازاي نكون سؤال مثبت بمعنى هل في المستقبل البسيط going to باستخدام الفعل يكون? من, هنعمل معص. am i going to be ثم استخدام من استخدام الفعل يكون كفال الاساسة ورئيسي. مع he, she, it. is, is, she, it. going to be ثم استخدام الفعل يكون كفال الاساسة ورئيسي. مع we, you, they, are ثم we, you, they going to be ثم استخدام الفعل يكون كفال الاساسي او رئيس. ازاي نكون سؤال منفية بمعنى ا لن يكون? لو الفعل he, she, it. او ما يوازيه من اسماء يبقى isn't ثم he she it او ما يوازيه من اسماء ثم going to be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل اساسي او رئيسي. لو الفعل I, we, you, they. يبقى aren't. I, we, you, they. ثم going to be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل اساسي او رئيسي. زي ما عرفنا ان في الانجليزية السليمة المضبوطة من حيث القواعد المفروض ان نحن نقول في السؤال بس دي لغة رسمية جدا. ففي الانجليزية الحديثة او في الحياة اليومية بنقول ازان يكون السؤال مثبت باستخدام الوات الاستفهام. لو الفاعل I هيبقى الاستفهام ثم am I going to be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل اساسي او رئيسي. لو الفعل he she it او ما يوازيه من اسماء يبقى السؤال كالادي. الاستفهام ثم is ثم الفاعل ثم going to be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل اساسي او رئيسي. لو الفعل we you they يبقى الاستفهام ثم are ثم الفاعل ثم going to be ثم استخدام من استخدامات الفعل يكون كفعل اساسي او رئيسي. زي ما يكون سؤال من في باستخدام ادوات الاستفهام. لو الفاعل he she it او ما يوازيه من اسماء يبقى السؤال كالآتي. هل ستفهم؟ ثم is in ثم فاعل ثم going to be او gonna be ثم استخدام من استخدامات الفاعل يكون كفاعل اساسي او رئيسي. لو الفاعل I, we, you, they. بيبقى السؤال كالآتي. هل ستفهم؟ ثم aren't ثم I, we, you, they. ثم gonna be او going to be ثم استخدام من استخدامات الفاعل يكون كفاعل اساسي او رئيسي. ناخد امثلة على الفاعل سيكون في المستقبل البسط going to. It's gonna be exciting. سيكون الأمر شيقة. It's not gonna be exciting. لن يكون الأمر شيقة. Everything is gonna be okay. سيكون كل شيء على ما يرام. You're gonna be sorry for saying that. ستندم على قول ذلك. John's gonna be there by four. سيكون John هناك بحلول الرابعة. She's not gonna be happy to hear that. يلنت سر لسماع ذلك. Isn't he gonna be angry when he knows that? ألن يغضب عندما يعرف ذلك? Yes, he is. بلى. No, he isn't. لا. What time are you gonna be there? في أي ساعة ستكون هناك. زي ما درسنا التعبير سوف يوجد في المستقبل البسيط will. There will be. هندرسه برضو في المستقبل البسيط going to. إزاي نكون جملة مثبتة. إزاي نقول سوف يوجد. There is going to be. ثم اسم مفرد. لو اسم جمع. There are gonna be. زاد اسم جمع. إزاي ننفي الجملة لن يكون هناك أو لن يوجد. There isn't gonna be. ثم اسم مفرد. There aren't gonna be. زاد اسم جمع. إزاي نكون سؤال مثبت بمعنى هل. إزاي نقول هل سوف يوجد. هل سيكون هناك. Is there gonna be. ثم اسم مفرد. Are there gonna be. ثم اسم جمع. إزاي نكون سؤال من في بمعنى ألن. ألن يوجد. لن يكون هناك. Isn't there gonna be. ثم اسم مفرد. Aren't there gonna be. ثم اسم جمع. إزاي نكون سؤال من في باستخدام ألوات لإستفهم. إزاي نكون سؤال من في باستخدام ألوات لإستفهم. ألوات لإستفهم. ثم aren't there gonna be. ثم اسم جمع. ناخد أمثال على التعبير يوجد في المستقبل البسيط. Going to. The sky is cloudy. There is gonna be rain. السماء ملبدة بالغيوم. سيكون هناك مطر. بس كده بكده ينتهي الفيديو وشرح زمن المستقبل البسيط. اللي هو في العادي ما بيتشرحش بالاستفاضة دي. لكن احنا بندرس اللغة الإنجليزية دراسة أكاديمية تفصيلية. فبتعرف كل صغيرة وكبيرة في اللغة الإنجليزية. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش انك تعمل.